هل سنذهب إلى المنزل؟ لماذا لا نذهب إلى المنزل؟ لنذهب إلى المنزل بمحاضرتنا لهذا اليوم راح نتكلم عن عمل الإقتراحات وشلو ننسوي إقتراحات باللغة الإنجليزية فتعالوا إياي خلوا نشوف محاضرتنا لهذا اليوم أهلا وسهلا بكم أصدقائي طلاب الثاني متوسط بمحاضرة جديدة من محاضرات اللغة الإنجليزية طبعا محاضرة الثانية إذا أنت طالب جديد اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات حتى تجيك إشعارات من أن ننزل شيء جديد وإن شاء الله تستفاد أنا مدرس اللغة الإنجليزية مرتضى الخفاجي لطلاب الجدد طبعا واللي ما يعرفوني أنزل دروس مرحلة متوسطة إعدادية فإذا عندك أحد بهاي المراحل شاركوا يا القناة تمام نجي لمحاضرتنا لهذا اليوم راح نتكلم عن مشروع جديد وشغلات تخص المجلة وكذا بالمال المدرسة مثل ما عرفنا بالمحاضرة القبلها فالشيء اللي لازم تعرفه أنت لازم تعرف اللي بالبداية الكلمات الجديدة بني أن معناها noun اسم the معناها verb فعل article معناها مقالة cover معناها غلاف edit معناها يحرر editor معناها محرر أوكي من نضيف or نسويها اسم editor شخص print معناها يطبع printer طابعة وتجي بمعنى الشخص اللي يطبع printer الشخص اللي يطبع والطابعة نصيح لها printer report معناها تقرير reporter معناها صحفي ذن الكلمات لازم تدرخهم سجلهم المحاضرة طفت الكهرباء حتى ما تنسوهم ذن الكلمات لازم تدرخهم تكتب بالدفتر فوق اللغة الإنجليزية صف الثاني متوسط المحاضرة الثانية شارحة أستاذ مرتضى تكتب بالمحاضرة الثانية كلمات الجديدة and noun v verb article مقالة cover غلاف editor محرر print يطبع printer طابعة وتجي الشخص اللي يطبع report تقرير reporter صحفي فسجلوهم بالدفتر معناتكم تمام أوكي فنجي للشغلة المهمة وشلون نطلب الاقتراحات وشلون نسوي اقتراحات اللغة الإنجليزية خلي نبدأ بالموضوع تمام أصدقائي نجي لي عمل الاقتراحات وطلب وعمل الاقتراحات شلون نطلب اقتراح وشلون يعني نقل للواحد مثلا يعني مثلا نحنا شباب قاعدين نقلكم خلي الروح للمتنزه هذا شنو هذا عمل الاقتراح أنا اقتراحت عليكم أكو طلب اقتراح يعني مثلا نروح لكذا مكان أوكي روح للمتنزه وهكذا فشلون نسوي اقتراحات باللغة الإنجليزية تعالوا يا خلي نشوف أدنا ثلاث طرق أول طريقة ثانية ثالثة الأولى لماذا لا نخلي وراها فعل مجرد لازم تتبع والتكملة وما أنسى على الأمد الاستفهام مثلا نقول لازم تتبع فعل مجرد تمام نجي للطريقة الثانية الطريقة الثانية أوكي زائدا فعل مجرد شالوي 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 هل علينا أن نذهب شالوي هل علينا هل علينا أن نكتب هل علينا أن نسمع وهكذا هاي طريقة ثانية من عمل الاختراحات الجملة الثافة لت فعل مجرد وتكمله لازم هاي نقطة ذني شالوي نخلي وراها بالنهاية علامة الاستفهام علامة الاستفهام باعتبارة عن طلب شون سؤال بينما هاي عمل الاقتراح دعنا مثلا نقول لت مثلا أنتم مجموعة شباب نقول خلي نكتب قصة فنقول لت زائدا وخلي بالنهاية نقطة تمام لت لت لازم تتبع الفعل مجرد تمام لت فعل مجرد دعنا نخلي وراها فعل مجرد ونقضة لت شالوي دائما وراها فعل مجرد هنا لماذا لا نخلي وراها علامة الاستفهام هل علينا نخلي علامة الاستفهام بس لت نخلي نقطة لأن هذا عمل اقتراح بينما ذني طلب اقتراح شالوي لكن لت فعل مجرد ونقطة خلينا بالنهاية لأن هاي عمل اقتراح تمام افتهمنا طلب وعمل الاقتراحات باللغة الإنجليزية تمام أصدقائي نجي لنماذج أسئلة امتحانية يعني ممكن تجيك بها الطريقة مثلا السؤال الاول ممكن يجيك يقول لك go to the museum بين قوسين suggestion go to the museum يعني تذهب الى المتحف بين قوسين suggestion معناها اقتراح تمام بني يقول لك اقتراح يعني اما تستخدم why don't we لو shall we لو let أنا شلون اختار اي وحدة لا مو اي وحدة اشوف بي من الجملة منتهية بنقطة لو بعلامة استفهام اذا بعلامة استفهام يعني معناها نختار لو why don't we لو shall we براحتك اذا منتهي الجملة منتهية بنقطة فلازم نختار let فالجملة الاولى بما انه منتهية بنقطة وقايل لي suggestion معناها اقتراح سوي لها الجملة الجواب راح يكون go let go to the museum ونقطة السؤال الثاني قايل لك write a new book بين قوسين suggestion اشوفه شم انتهي بنقطة لو بعلامة استفهام علامة استفهام اذا اقدر اقل له why don't we why don't we write a new book وتقدر اتقل له shall we write a new book علامة استفهام متنساها فذني النماذج ما للأسئلة الامتحانية اللي ممكن تجيك بالامتحان الشحري او الفصلي اتمنى انه سجلت الملاحبات ولخصتوا لاي وشغلات والكلمات الجديدة وهي السؤال في الحرب الشكلات فالى هنا نصل الى ختام محاضرتنا الثانية من محاضرات اللغة المدية للصف الثاني متوسط نلتقيكم ان شاء الله في محاضرة اخرى محاضرة ممتعة حلوة تخبض فانتظرونا مع الف السلامة